في اخبار متدولة ان ملاك نادي بيرمدز اللي هو سالم الشمسي وشركاء اللي هو مستعين جدا من اللي حصل من ممدوح عيد رئيس نادي بيرمدز من ناحية مباراة نادي الاهلي اللي جاية وان هو يرفع حق التذكرة لميتين جنيه. من خمسة وسبعين جنيه لميتين جنيه. وفي كلام بيتقال ان ممكن بعد مباراة الاهلي في اقالة جاية لممدوح عيد او المهندس ممدوح عيد او الاستاذ ممدوح عيد. بسبب اللي هو عامله. وما لك نادي بيرمدز مش عاجبهم الوضع اللي حصل او الوضع اللي موجود دلوقتي ما بين ما بين نادي بيرمدز وبين نادي الاهلي. تحس ان نادي بيرمدز موجود مخصوص عشان خاطر يحارب النادي الاهلي بس. وفي ظل اللي بيحصل ده كله نادي بيرمدز محققش ولا بطولة. في الزل المبلغ الباهزة اللي بتتدفع من ملاك نادي بيرمتز. في كلام فعلا انا سمعته ان هو بيتقال ان ممكن بعد مباراة النادي الاهلي اللي هي بكرة ان في اقالة هتحصل لمنضوح ايضة. ودي بصراحة لو هنيجي نتكلم بسبب الاحداث اللي حصلت دي احنا بنتمناها كجمهير نادي اهلي احنا بنتمناها. لان احنا مش عاجبنا جو التعصب وصلت لمرحلة اللعيبة ان هي دلوقتي بقت واقفين على بعض. واقفين لبعض على الواحدة. جوه الملعب. فانا اتمنى ان الخبر ده يكون صحيح وان يكون في اقالة لاي واحد بيخلق تعصب ما بين الجماهير او ما بين اللعيب. لان انا شايف ان الفترة اللي جاية او لسه هنشوف المباراة بتاعة بكرة بالسبب من موضوع رفع التزاكر لميتين جنيه ما انتش عارف رد فعل الجمهور هيبقى عامل ايه بكرة? انا ذات نفسي مش متوقعها. عارف ان في حاجة هتحصصها البكرة من جماهير النادي الاهلي. دي حاجة انا حاسسها بسبب بسبب اللي بيحصل. واعمل حسابك ان جمهور النادي الاهلي ما هو الى رد فعل. مش الفعل. بس.